حرمي الشريفين متابع وموجه وحريص جدا على احتواء هذا الوباء والمركز خلال يومين من يومين سير قافلة كبيرة جدا لكل مناطق اليمن واليوم يوقع اتفاقية كبيرة قيمتها 8.224.299 دولار مع منظمة صحة العالمية لاحتواء هذا الوباء تأكيدا لحرص المملكة السعودية على الشعب اليمني نأمل من الأمم المتحدة وكذلك المجتمعات الإنسانية والمنظمات الدولية أن تقف وقفة شجاعة مع مركز الملك سلمان للغاية العمل الإنسانية وأن تحمي هذه الجهود الإنسانية الكبيرة لاحتواء وباء الكوليرة وتمنع أي محاولة من العابثين والميليشيات لإيقاف أو منع هذه المساعدات من يقف أمام هذه المساعدات هو يسعى لقتل الشعب اليمني ترجمة نانسي قنقر